اختار موقع سايكل نيوز أحد أشهر المواقع المتخصصة في رياضة الدراجات الهوائية على مستوى العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ضمن أكثر 50 شخصية مؤثرة في رياضة الدراجات الهوائية احتل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة المرتبة التاسعة والعشرين من بين 50 شخصية مؤثرة في رياضة الدراجات الهوائية وفق أشهر المواقع الرياضية المتخصصة بهذه الرياضة على مستوى العالم حيث ضمت القائمة العديد من الوجوه المشهورة في عالم رياضة الدراجات الهوائية ومن بينهم دراجين ومدراء فرق ورعاة ورؤساء ووكلاء أعمال ويأتي اختيار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ضمن الشخصيات المؤثرة في رياضة الدراجات الهوائية بعد أن كرس سموه جل وقته للتطور والتغيير في هذه الرياضة عبر تجشين فريق البحرين للدراجات الهوائية الذي تغير اسمه إلى مكلرن البحرين للدراجات الهوائية كما حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على تقديم كامل الدعم لرياضة الدراجات الهوائية التي أصبحت إحدى الرياضات المهمة في مملكة البحرين وحققت العديد من الإنجازات الخارجية في الفترة الماضية وأصبحت ضمن إحدى الرياضات الشهيرة التي تمثل المملكة الغالية خير تمثيل في المشاركات الخارجية وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن خالص سعادته بتواجد سموه ضمن أفضل خمسين شخصية مؤثرة في رياضة الدراجات الهوائية مشيرا سموه إلى أن هذا الاختيار يؤكد مكانة مملكة البحرين في هذه الرياضة التي سجلت إنجازات عديدة طوال العوام السابقة وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن فريق مكلرن البحرين للدراجات الهوائية سيواصل مسيرة النجاح التي حققها في الفترة الماضية عبر المشاركات القادمة التي سيسعى فيها الفريق لمواصلة حصد الإنجازات وكان موقع سايكل نيوز أشار إلى أن القائمة ضمت الأسماء التي أصبحت تصيغ حاضر هذه الرياضة وترسم مستقبلها ترجمة نانسي قنقر